هنتكلم النهاردة عن الهيبرتنشن والسورسس بتاعتنا هي الموست ريسن ببليشت جيدلائنس في الهيبرتنشن هي الاساسي 2018 والامريكان 2017 وفي بيبر نزلت بتقارن الامريكان باليروبيا اول حاجة هنتكلم عليها هي الديفنيشن والكلاسيفيكيشن والأبيديميولوجي بتاع الهيبرتنشن الريلاشنشيب بين البلد برشور والكارديوفسكولار رينال ان رينال ايفنس اس كونتينيوز والترايلز وارت انه الريسك بيبدأ من اول ما السيستوليك بلد برشور يبقى اكتر من 115 طب الكاتوف اللي هنشخص عليها الهيبرتنشن هي هيبقى ليها علاقة بحكتين هيبقى ليها علاقة بالريسك اللي هو العلاقة بين البلد برشور والريسك أو كارديوفسكولار ديزيز وامتى الانترينشن هيبقى مفيد سواء بدراجز او سواء بلايفستايل وكلمة هايبرتنشن هي تطور بتاع تشخيص الهيبرتنشن بدأ من البداية زمان خالص اول حاجة انه في 1911 كان في واحد اول واحد يدخل اسم الهيبرتنشن بس كان فيج ديفينشن اول حد اللي هو جينوي طلع ان فيها علاقة بين البلد برشور والكارديوفسكولار ديزيز الغريب انهما زمان كانوا ما بيشوفوش الاليفيشن بتاع البلد برشور از او برشور الهيبرتنشن لدرجة انهما كان يعني في واحد اسمو جون هيدا كارديولوجيست كان بيقول وكانوا بيعتابلوا لهيبرتنشن انهوا بيعتابلوا لهيبرتنشن انهوا كمبنساتوري ميكانيزم which should not be tempered even where it's certain that we could control it كانوا بيشخصوا الهيبرتنشن لغاية مش من اقل من 100 سنة انه يكون بلد برشور اقل من 200 على 100 لغاية لما بدأوا يشوفوا الهيبرتنشن زي الهيبرتنشن الهيبرتنشن اللي هو فرانكلين روزيفلد اللي ميت بسبب اه هايبرتنشن ويدي الهيبرتنشن وبعد كده ظهرت جين سي فور وكانت بتهتم بال وبعد كده بدأنا نهتم بالسيستالك في الجين سي فايف وبعد كده جات الجين سي سبن في 2003 اللي عادنا شغالين بها فترة طويلة لغاية لما ظهرت الحاجات اللي بعد كده طيب الديبيت بقى في الديفينيشن بتاع الهيبرتنشن ما بين اليوروبيان جايدلاينز 2018 وما بين الامريكان جايدلاينز في 2017 وما بين اخر جين سي ريبورت اللي هو كان في 2003 كلهم متفقين ان النورمال بلد پراشر او اليوروبيان بيسمون الاوبتمال بلد پراشر يكون السيستالك اقل من 120 والديستالك اقل من 80 قبل قصة الامريكانز كان التشخيص بتاع الهيبرتنشن أباو 140 سيستالك وأباو 90 ديستالك وده في الجين سي سيفن كان بيسمو stage 1 هايبرتنشن وفي اليوروبيان بيسمو grade 1 هايبرتنشن طب المرحلة اللي هي من 120 ل 140 ومن 80 ل 90 كانت بري هايبرتنشن في الجين سي زمان واليوروبيان كانوا بيعتبروا انه من 130 ل 135 ومن 80 بنعتبرهم هاي نورمال لكن من 120 ل 129 ومن 80 ل 84 يعتبروا نورمال البايروبيان عندهم ترم اوبتمال ونورمال وهاي نورمال والتشخيص من أول 140 لغاية الامريكان بقى في 2017 لما عملوا المفاجأة دي انه هم اعتبروا تشخيص الهيبرتنشن من سيستالك بلاد براشر من 80 ل 89 واعتبروا ان اللي احنا كنا بنعتبره زمان ستيج 2 اعتبروه ستيج 2 اليوروبيان لسه مصممين ان الهيبرتنشن من فوق 140 على 90 والجريد 2 اللي هو فوق 160 على 100 والجريد 3 فوق 180 على 110 فالكاتوف للتشخيص بتاع الهيبرتنشن الامريكان جايدلاينز نزلت بيه عن قبل كده ل130 على 80 او 85 طيب ليه الامريكانز في 2017 قرروا ان هم ينزلوا بتشخيص الهيبرتنشن واليوروبيانز كملوا زي ما هم على نفس الكاتوف اول حاجة كان عندهم الامريكانز سمول ترايلز كده بس كانت سايز سمول في 3 سمول ترايلز واحدة اسمها تروفي واحدة اسمها فيرو واحدة اسمها بريفير بريفانشن كانت بتتكلم على 700 عيان 1000 عيان 732 عيان وكانوا بيشوفوا العيانين اللي عندهم اللي بنسميهم زمان هاي نورمال اللي هما سيستوليك بلاد براشر 130 139 وده اسطوليك تحت التسعة وثمانين نفس الكاتوف اللي اتاخد في الفيرو ونفس الكاتوف اللي اتاخد في البريفير الفرق بس كان بيتغير الانتي هايبرتنسف فيرسز البلاسيبو سواء كانديزارتان او راميبريل او كلور ثاليدون وهي الترايلز دي ورّت انه الرسك بيقل لما بنعالج الكاتيجوري اللي هي زمان كنا بنقول عليها هاي نورمال فهوما التروفي والفيرو دول فمن هنا بدأوا يفكروا انه ممكن نواطي الـ والعينين يستفيدوا فبالتالي احنا اتفقنا ان كلمة هايبرتنشم هنستخدمها اننا نرفير للعينين اللي هنحتاج معالجهم الكاتوف اللي هنبدأ اليوم عنده ماديكال تريتمينت وفي 2015 بقى جات الترايل المشهورة قوي اللي هي السبرينت ترايل والراشونال بتاعها كانت ان احنا الرسك بتاع الكارديو باسكولي الديزيز بيبدأ من اول لما سيستولي البيت براشر يعلن الـ 15 زي ما اتفقنا في الاول لكن الابالي بالأفيدنس من الـ راندميز كونترول ترايلز في الجنرال بوبيوليشن اللي عندهم هيبرتنشن ان الـ ان احنا نقلل الـ وعلشان كده هما جابوا رقم كبير من العينين جابوا 9000 وشوية عيان ما عندهمش دايابيتس وقرنوا ان هما احنا هنكترول الـ تحت المية وعشرين وسموه الـ او تحت الـ وسموه الـ وده الـ اللي عرفوا يوصلوله 121 و134 مليمتر ميركري بالأدوية و السايد افاكتس ما كانتش كانت اكتر طبعاً في الـ من ناحية الـ والسينكوب والـ والأكيوت كيدني انجري والـ ليه لان احنا استخدمنا أدوية اكتر ونزلنا بلاد براشير اكتر لكن الـ بقى كان سجنيفكنت في الـ والكمبوزد ده كان بيضم الميوكاردي والـ 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 كانت سجنيفكنت في الـ واعتمدوا كمان الى جانب احنا كده قلنا وقلنا وعملوا الـ وقلنا وقلنا الـ بيقلل الـ فعلشان كده الأمريكنز قرروا انه الـ 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 والـ بتاع ان انا ابدأ ادور على العينين لازم يقل بدل ما هو 140 ينزل الـ نتيجة بقى للجايدلاينز الجديدة دي الناس اللي هتتشخص بالهايبرتنشن زادت من تلطق يعني كل دالفر ما بين 2017 من غير جي ان سي ولا ومع جي ان سي فالعدد اللي هتشخصه بالهايبرتنشن اكتر لكن العدد اللي هيحتاج تريتمينت مش هيزيد طيب ليه اليوروبيا بالرغم انها ما اتتبعوش الراشونال بتاع اللوور ثراشلد لتشخيص الهايبرتنشن اول نقطة ان الاسبرينت ترايل اللي هم اعتمدوا عليها اعتماد كبير الاسبرينت ترايل دي ما كانتش بتجيب عيانين نايف يعني ما كانتش بتجيب عيانين ما عندهمش هيبرتنشن خالص اه بنجيب يعني ما كانوش بيجيبوا عيان مثلا ضغطوا مية خمسة وتلاتين على خمسة وتمانين ويبدأولوا علاج لا هم كانوا بيجيبوا العيانين الهايبرتنسف اللي اللي قريدي على ميديكيشن ويعملوا لهم انتنسف كنترول او يعملوا لهم لينينت كنترول اللي هو الاقل مية واربين فعشان كده في كل الراندميز كنترول على شان ابدأ علاج فعيان ضغطوا مية خمسة وتلاتين على خمسة وتمانين مش ماشي على اي انتهايبرتنسف ففي العيانين اللي ما كانوش بيستخدموا انتهايبرتنسف كانوا ما يتعدوش العشرة في المية من التوتال بوبوريشن النقطة التانية ان فيه ترايل اسمها الHOPE 3 Trial ودول كانوا بيأخذوا ادوية العكس بتاع السبين ترايل وكان عندهم انترميديد كارديوفسكور ريسك ولما علاجناهم كانوا طبعا في الرينج بتاع الهاي نورمال دماء الليلش الكارديوفسكور إفنس لما البيزلاين كان في الهاي نورمال رينج بس الريسك كان بيقل لما كنا بنعالج اللي فوق المية واربعين والنقطة التالتة ان هما برضو عملوا متى اناليسيس من 13 randomized controlled trials في العيانين اللي عندهم low moderate كارديوفسكور ريسك وفي الهاي نورمال والنورمال رينج وورا انه ما فيش افاكت للblood pressure lowering treatment ولكن في العيانين بقى اللي هما عندهم هاي نورمال لكن الكارديوفسكور ريسك بتاعهم very high الblood pressure reduction ده قلل الكارديوفسكور ريسك فالكونكلوجين بقى بتاع الهيصة دي كلها ان احنا لو عندنا high normal blood pressure زائد low to moderate كارديوفسكور ريسك العيانين دول هيستفيدوا من lifestyle فقط مش محتاجين drug treatment العيانين اللي عندهم high normal و blood pressure close للthreshold تحاول معهم في الاول بالlife style لو فشلت تديهم drug treatment العيانين بقى ال high normal اللي عندهم established the cardiovascular disease especially chronic artery disease هما دول اللي تبدأ لهم treatment وده كان الكونكلوجين بتاع الديبات بين الامريكان واليوروبيان طيب بعد ما اتكلمنا على الديفينيشن اللي هو اقلف الامريكان عن اليوروبيان وعرفنا ليه الامريكان بيزد على السبرينت وليه اليوروبيانز معترضين على السبرينت والمتااناليسي دي نتكلم ان الـ prevalence بتاع الhypertension من 30 إلى 45% وانه طبعا التشخيص بتاع الهيبرتنشن بدأ ينتشر من انه كان اعلى في الـ high income countries لا ده بقى يزيد كمان في الـ low income countries طيب نتكلم بعد ما اتكلمنا على الديفينيشن والأبيديميولوجي في اول سكشن عن الهيبرتنشن نتكلم بقى عن blood pressure measurements احنا عندنا طريقة من اتنين علشان نقيس بيها blood pressure يقيم ما نقيسه في الـ office يقيم ما الـ out of office والـ office فيه طريقتين فيه الطريقة الـ conventional اللي هي الدكتور بيقيس بيها الضغط للعيان وفيه الطريقة اللي هي الـ unattended اللي هو النيرس بتسجل الرقم عن طريق حاجة automated والـ out of office فيه طبعا الـ home blood pressure monitoring وفيه الـ ambulatory blood pressure monitoring طيب نتكلم على الـ conventional office attended blood pressure monitoring اول حاجة rules ان يكونها unseated ويكون comfortable ويكون على الـ quiet environment at least five minutes قبل الـ AS ومفروض نسجل ثلاثة ASات للـ blood pressure ما بينهم دي لدقتين لو لقيت فرق اكتر من 10 مليميتر ممكن تحتاج additional measures وناخد average بين اخر قريتين هو ده blood pressure طبعا العيانين اللي عندهم الـ AF ممكن نحتاج additional measures العيانين اللي هم الـ manual اسكلتات العيانين اللي عندهم AF يفضل ان احنا نقس لهم manual مش نقس لهم باستخدام automated devices وطبعا هتستخدم standard cuff لمعظم العيانين بس طبعا هتستخدم اكبر واصغر على حسب الـ arm circumference والـ thinner arms وليزم تبقى الكاف على position بتاع الـ heart ويكون العيان الـ back والـ arm بتوع supported ونسجل الـ appearance of the sounds اللي هي phase 1 corticofe sounds والـ disappearance اللي هو corticofe 5 asystolic وdiastolic لو في فرق بين الـ blood pressure بين الـ two arms اكتر من 15 مليميتر ميركري ودي حاجة documented اكتر من مرة يبقى ده معناها انه ده عنده cardiovascular risk لان ده غالبا عنده ethereometis vascular disease وحناخد النعية نحية الاعلى على انها الـ reference يعني لو عين عنده الـ blood pressure في نحية اعلى من نحية الناحية الاعلى هي ده الـ reference بتاعتنا وحنقيس الـ blood pressure at 1 minute و3 minutes بعد الـ standing ليه عشان نشخص الـ orthostatic hypotension والـ orthostatic hypotension ده defined as drop في السيستوليك اكتر من 20 او drop في الديستوليك اكتر من 10 في خلال 3 دقاي من الـ standing is associated with an increased risk of mortality and cardiovascular events في حاجة بقى ده الـ conventional methods اللي احنا عارفينها ومفروض نشخص الـ blood pressure ازاي في طريقة تانية اسمها الـ unattended office blood pressure measurements والهدف منها انه هما يقللوا الـ white coat effects اللي بتحصل عند العيانين هي عبارة عن ايه الـ unattended office blood pressure دي ان احنا نعمل بالمachine بالـ automated blood pressure readings والده بالعيان بيقعد alone وبيبقى unobserved علشان الـ white coat effect can be substantially reduced or eliminated وليقوا ان الـ unattended دول values are lower than those obtained by the conventional office blood pressure measurements وقريبين من الـ ambulatory والهم blood pressure measurements والأفدنس الموجود بيقول ان الـ conventional اعلى بخمسة لخمستاشر تستوري blood pressure عن الـ unattended office blood pressure measurements وعشان كده دي recommendations that the European انه it is recommended that the office blood pressure should be measured in both arms at the first visit because between arm systolic blood pressure difference more than 15 the suggestive of atherometous cardiovascular disease ولو في فرق في blood pressure is recorded then كل المرات اللي بعد كده هتاسهم من النحية الأعلى ويفضل ان احنا نعمل pulse palpation في الأول عشان لو العيان عنده atrial fibrillation ده مش ينفعه automated blood pressure measurements كده احنا اتكلمنا عن conventional وال unattended office blood pressure خلينا نتكلم بقى عن الجزء المهم بتاع out of office blood pressure measurements الهدف من out of office blood pressure monitoring ان احنا نشخص ثلاث حاجات حاجة اسمها المسكد hypertension حاجة اسمها الwhite coat hypertension وحاجة اسمها النكتورنل hypertension خلينا نبدأ بالmasكد والwhite coat اول حاجة هنتكلم عليها هي definition اول حاجة احنا عندنا two types of definition عندنا حاجة اسمها white coat hypertension وmaskid hypertension وعندنا حاجة اسمها white coat uncontrolled hypertension وmaskid uncontrolled hypertension وحاجة اسمها sustained uncontrolled hypertension ايه الفرق بين دولة وايه الفرق بين دولة الفرق ان الwhite coat والmaskid hypertension دي terms استخدموها علشان نوصف عيانين مش متشخ يعني مش بيتعلقوا من الضغط يعني ده عيان مش ماشي على اي ادوية طيب الwhite coat ده عيان untreated يعني مش بياخد اي ادوية in which blood pressure في الافيس is elevated بس الblood pressure بتاعه is normal لما بنقيسه في البيت او لما بنقيسه امبلاتري عكسه الماسkid hypertension ده برضو عيان مش بياخد ادوية الhypertension البلاد pressure بتاعه normal في الافيس ولما بيروح البيت بيبقى اعلى بالامبلاتري او بلهم blood pressure او by both طيب لكن لو العيانين بتاعنا دول كانوا already عيانين hypertension ومشيين على ادوية الhypertension وكان الافيس blood pressure بتاعهم controlled لكن في الhome والامبلاتري is elevated ده بنسميها muskid uncontrolled hypertension اللي هي turn much لو كان عيان ماشي على ادوية hypertension وضغطه في العيادة عالي لكن ضغطه في البيت controlled يبقى ده اسمه white uncontrolled hypertension لو ضغطه بقى ماشي على ادوية وضغطه في العيادة عالي وضغطه في البيت عالي ده بيسموه sustained uncontrolled hypertension يبقى ده اول حاجة عندنا 5 definitions للwhite coat والmasked hypertension النقطة التانية هي prevalence بتاعهم 30 ال40 من عيانين 30 في من البشر عندهم elevated office blood pressure من الـ blood pressure في office يطلع عالي ده prevalence بتاع white coat لكن 15% من الناس عندهم normal office blood pressure يعني 15% من اللي هيتل عندهم normal في العيادة هيتل عندهم مسكد hypertension في 20% 50% at all hypertension بس ال prevalence بتاع الwhite coat hypertension is greatest في مين في العيين grade 1 hypertension اللي هما 140 على 90 لحد 160 على 110 كان الرزق قليل ما كان في فرق لكن لما كان الرزق عالي كان في فرق في events ودي مقارنة ما بينهم انه طبعا احسن واحد هو اللي عنده normal blood pressure في الكلينيك وnormal blood pressure في البيت اللي هو normal intensive وبيجي بعدهم الwhite coat hypertension من حيث cardiovascular events ووراء المسكد hypertension اوأسوأ منه شوية واسوأهم طبعا sustained hypertension علشان كده الpatients اللي عندهم white coat او musket hypertension عندهم higher risk of becoming patients with sustained hypertension وهم are more likely to develop hypertension mediate organ damage وبالتالي عندهم higher risk of cardiovascular events as compared to normal intensive طيب عينين white coat وعينين المسكد نعليقهم ولا ما نعليقهم ش الguidelines قالت انه الاثنين سواء white coat او musket هيحتاج lifestyle changes و follow up ففي white coat it's class 1 ان احنا نيمplement lifestyle changes عشان نقلل cardiovascular risk as well as follow up with periodic out of office blood pressure monitoring في العينين الwhite coat hypertension امتى تبدأ لهم drug treatment it's class 2 B لو كان عندهم cardiovascular risk high او very high او لو عندهم hypertension mediated organ damage routine treatment في white coat is not indicated ولو هنديهم drug treatment اقصى الامان هيبقى class 2 B الكلام مختلف شوية في المسجد انه طبعا class 1 ان احنا نعمل لهم lifestyle modifications وclass 2 A ان احنا نبدأ لهم antihypertensive based on the prognostic importance of the out of office blood pressure elevation و انك لو العيان already عنده ماشي على ادوية ولاقيت out of office بتاعه uncontrolled انك تزود له medications يبقى الwhite coat lifestyle modifications only very rarely هتدي له drug treatment فقط لو كان عنده hypertension mediate organ damage لكن المسجد hypertension it's class 2 A انك انت تبدأ له treatment ولو كان هو already على treatment انك تقطع تريت العلاج بتاعك في البيت طيب بعد ما تكلمنا الwhite coat والmasket من حيث definition والprevalence والrisk والتشخيص ونعالجه ولا ما نعالجوش هنتكلم على النكتورنال hypertension طيب النكتورنال hypertension اول حاجة ايه هو النكتورنال hypertension هل لي cardiovascular risk ازاي نشخصه ونعالجه ازاي النكتورنال hypertension اول حاجة دي حاجة مهمة اوي ان انتو تبقوا عارفينها هي انه ان في normal healthy subjects في فرق بين الضغط رقبه كام وفي فرق بين حاجة اسمها dipping او dipper المفروض المفروض انه لما بننام night time blood pressure بيقل by 10 to 20 percent من day time blood pressure ف drop بتاع blood pressure from 10 to 20 percent ده بنسميه normal dipping طيب ايه اللي ممكن يحصل لما ننام اول حاجة ممكن يحصل normal dipping اللي هو blood pressure يدروب من 10 to 20 percent في ناس بيحصل لهم حاجة اسمها extreme dipping البلد pressure بيدروب more than 20 percent وفي ناس ما بيحصل ش drop خالص في blood pressure بنسميهم non dippers وفي ناس العكس البلد pressure بتاعهم بيزيد وهما نايمين طيب ايه اسباب اللي تمنع night time dipping هي ان العيان يكون بياخد salt كتير او عنده salt sensitivity وعيانين chronic kidney disease والheart failure والdiabetes والinsomnia كل دي حاجات بتبوز dipping status فاحنا عندنا بالرغم ان هما العيانين دول عندهم normal او comparable morning blood pressure difference occur at night يعني لو بصينا عليهم الصبحية هنلاقي systolic والdiastoric blood pressure بتاعهم قريبين من بعض بالليل بقى بيبدأوا يتقسموا extreme dipers وdippers وnon dipers وrisers كمان طيب خلينا نفرق بين two terms term النكتور 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 وده فوق رقم معين بالليل وما بين الدipping status بمعنى ان فيه واحد يكون ضغطه الصبح مثلا 170 على 100 وضغطه بالليل وهو نايم 130 على 80 فبالتالي هو عنده normal diping status 70 نزلت 130 لكن 130 دي تعتبر عالية فبالتالي هو عنده نكتور لكن عنده normal diping status وممكن العكس يكون ما عنده نكتور وعنده مثلا absent diping او رايزر اثناء النايت فالنكتور الهايبر تنش may and may not include النون ديبر والرايزر ممكن يبقى معايا non-dipers ممكن يكون معايا risers وممكن لا واتفقنا ان normal diping من 10 إلى 20 و non-dipers من 0 إلى 10 و extreme 20 drop and risers night blood pressure اكتر من morning blood pressure حسنحسب night time blood pressure calculated as average night time من اول ما بينام لغاية لما يصحب الامبلاتوري وحنشوف بقى ان النمبر بتاع night time لازم يكون على اقل 6 مرات وحنحسب بقى dipping status ازاي انه حنجيب الافريج بتاع night time على الافريج بتاع day time و من 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 100 يطلع لي dipping status لو من 10 إلى 20 normal 0 إلى 10 non dipper اكتر من 20 extreme dipper و riser اللي هي بقى شربي على ودي القط off بتاعنا علشان نشخص nocturnal hypertension ان يكون الضغط بتاع العيان during sleep اكتر من 120 على 70 والامريكنز حطوا cut off اقل طبعا زي ما كل cut off قلت هي بقى اكتر من 110 على 65 during sleep يعتبر nocturnal hypertension يبقى احنا كده عرفنا normal dipping status وعرفنا ايه هو nocturnal hypertension ودي بقى trial بيانت ان extreme dippers ممكن يكون عندهم more silent events لكن مش حاجة كبيرة طبعا الريزر عندهم more intracranial hemorrhage وبدأنا نشوف ان الريزر pattern was a novel predictor of cardiovascular outcome ودي بقى trial قرنت ما بين لو هنشوف بقى لو العيان عنده normal night blood pressure وnormal dipping status او normal night and abnormal dipping status and elevated night pressure and abnormal dipping status and abnormal both زي ما اتفقنا انهما مش لازم يمشوا مع بعض طبعا الريفرنس هو العيان اللي ما عندوش nocturnal hypertension وعندو normal dipping بالليل لكن لو الريسك بتاعه بيزيد سنة اكتر لو ما عندوش nocturnal hypertension بس عندو abnormal dipping status وبيسوق بقى طبعا لو عندو nocturnal hypertension وطبعا لو الاثنين مع بعض بيسوق اكتر واكتر والكارديو vascular events بتزيد فالnocturnal hypertension والnon dipping are closely related و associated with the worse prognosis بس nocturnal hypertension هو absent او abnormal dipping status ازاي نشخص بقى nocturnal hypertension هو بالhome او ambulatory ودي machine كتيرة developed للhome blood pressure مش هنمشي فيها ودي trial بيانت انه زي ما احنا عارفين انه لما لقينا الناس اللي عندهم obstructive sleep apnea عندو nocturnal hypertension وجينا حطناهم على cpap اثناء النوم ده حسن blood pressure بتاعهم وقلل لهم cardiovascular events طيب نعالج nocturnal hypertension ازاي nocturnal hypertension ازبابه ياما increased circulating volume ياما increased sympathetic activity زي obstructive sleep apnea ياما insomnia او nocturia ياما عندهم مع nocturnal hypertension established cardiovascular disease لو كانت مشكلتهم increased circulating volume سواء بسبب diabetis او age او salt sensitivity يبقى هما هيتحسنوا بالsalt restriction والdiuretics وال lglt 2 inhibitors ولكن ما عندناش clinical evidence كتير لو هما عندهم المشكلة بسبب obstructive sleep apnea زي ما شفنا من شوية مع c-pap يبقى العيانين دول يفضل ان انت اثناء night time يناموا على c-pap ولو هما عندهم insomnia ممكن نعالج الانسomnia دي بحاجات زي الملاتونين مثلا ونعالج العيانين عندهم target organ damage وده conclusion بتاع النocternal hypertension ودي normal values واتفقنا على conclusion ده ودول من guidelines advantage بتاعت ambulatory وبتاعت الهم blood pressure monitoring اهم من كده indications امتى احتاج لعيان انا اقس له blood pressure في البيت او اعمل له ambulatory blood pressure recording اول حاجة العيانين اللي عندهم white coat انا اشراكك في white coat hypertension اللي هو عيان في العيادة كان عنده grade 1 hypertension او اللي عنده market office elevation من غير heart hypertension من organ damage او لو انا اشاكك في ماسك hypertension زي high normal office blood pressure لو انا لو انا اشخص ال hypotension لو انا جاي لي عيان عنده resistant hypertension عايز اشوف blood pressure control عنده blood pressure response مع مع exercise كل دي حاجات لما يكون في variability في office blood pressure مرة يجيلي يبقى ضغط 138 ومرة يجيلي 160 90 كل دي indications واخر حاجة اللي بتبان اكتر في ambulatory اكتر منها في home علشان اشوف nocturnal hypertension and dipping status خلينا بقى علشان انت هيقطع نوقف هنا ونرجع تاني